تسبب حكة المهبل الإزعاج والإحراج لدى العديد من النساء وينصح عادة بمعرفة السباب الرئيسي لها من أجل التخلص منها نهائيا ويمكن أن تفضل بعض النساء علاج حكة المهبل في المنزل باستخدام الأعشاب وغيرها من الطرق الطبعية بدلا من استخدام الحجوب أو التحميل أو الكريمات الدوائية وخاصة في الحالات الطفيفة فما هي طرق علاج الحكة في المهبل في المنزل؟ وهل من الآن من استخدام الأعشاب من أجل ذلك؟ كل ذلك تجدي الإجابة عنه في هذه الحلقة ولكن قبل البداية لا تنسي دعم القناة باللايك والسبسكرايو أهلا بك نبدأ أولا بحمام صودة الخبز فمن الطرق المحتمل استخدامها من أجل علاج حكة المهبل في المنزل هي صودة الخبز وذلك إما من خلال عمل حمام منها أو عمل عجينة من صودة الخبز وتطبيقها على منطقة المهبل وغالبا ما يتفضل النساء استخدام الطريقة الأولى والتي تتم من خلال إضافة نصف كوب من صودة الخبز على حوض الاستحمام المملوء بالماء الدافئ ومن ثم غمر الجسم في حوض الاستحمام لمدة من 10 دقائق إلى 40 دقيقة ويتم اللجوء عادة إلى علاج حكة المهبل للمتزوجات باستخدام صودة الخبز في حالات التهاب المهبل الفطري وأمراض الجلد مثل الإجزيمة والصدفية وجفاف المهبل والهربس التناسلي وحول مدى فعالية علاج الحكة في المهبل باستخدام صودة الخبز وجدت دراسة أجرية عام 2012 أن لصودة الخبز تأثيرات مضادة للفطريات كما وجدت دراسة أجرية عام 2014 أن صودة الخبز تقتل خلايا المبيضات التي تعد المسبب الرئيسي لإلتهاب المهبل الفطري ولكن لا تزال هناك حاجة لإثبات تأثيرها على المبيضات المتواجدة في الجسم ثانيا الزبادي فيعد الزبادي اليوناني علاج منزلي شائع لعدوى الخميرة وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم استخدامه من أجل علاج حكة المهبل الناجمة عن عدوى الخميرة وتعود فواد الزبادي هذه لاحتوائه على البروبيوتيك والذي يعمل على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في المهبل والتي لها القدرة على قتل بعض أنواع الخمائر والحفاظ على صحة المهبل ويمكن أيضا استخدام لبن الزبادي من أجل علاج حكة المهبل في حال كانت ناجمة عن الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري أما حول طريقة علاج حكة المهبل باللبن الزبادي فيمكن ذلك من خلال إدخال بعض الزبادي في منطقة المهبل لتهدات الحكة أو عن طريق تغطية السدادة الكطنية بالزبادي اليوناني وإدخالها إلى داخل المهبل أو عن طريق مسج الزبادي مع كريم الفطريات والعسل ووضعه داخل المهبل وأخيرا تناول اللبن الزبادي عبر الفم وينصح دائما باستخدام الزبادي اليوناني الخالي من النكهات أو السكر عند تطبيقها موضوعيا داخل المهبل كما ينصح بارتداء الفوض الصحية حتى لا ينسك بالزبادي على الملابس ثالثا خل التفاح فمن الأمثلة الشائعة ذكرها من أجل علاج حكة المهبل منزليا هي استخدام خل التفاح والذي يمكن استخدامه لتهدئة الحكة المهبلية أنها جمع عن العديد من الأمراض حيث يعتقد الكثير من الناس أن أضافة خل التفاح إلى حوض الاستحمام يمكن أن يهدئ من عدوى الخميرة فضلا عن كونه علاج منزلي شائع لحكة الجلد ولكن لا يزال هناك القليل من الأدلة حول فعالية حكة المهبل بخل التفاح إلا أن ما يجعله خيارا محتملا كونه علاج منخفض التكلفة وليس له آثار جانبية معروفة وفي حال الرغبة بتجربته يمكن للمرأة إضافة نصف كوب من خل التفاح إلى حوض الاستحمام ثم الجلوس بداخله لمدة من عشرة إلى أربعين دقيقة رابعا تناول البروبيوتك فتناول المكملات الغذائية أو الأطعام التي تحتوي على البروبيوتك يعد من الطرق الفعالة في علاج حكة المهبل حيث أن البروبيوتك يعمل على تعزيز نمو البكترية النافعة في المهبل والحفاظ على توازن بيئة المهبل وبذلك تحمل مرأة نفسها من الإصابة بالتهابات المهبل خامسا فيتامين ه فيمكن أن يساعد فيتامين ه على التخفيف من حكة المهبل الناتجة عن التهاب الجلد أو انقطاع الطمس وهو متوفر في أشكال مختلفة بما في ذلك التحميل أو الكريمات المهبلية أو الحجوب الفموية وحول فعالية علاج حكة المهبل باستخدام فيتامين ه أثبتت دراسة أجرية عام 2016 إلى أن استخدام تحميل فيتامين ه كانت ناجحة في علاج دمور المهبل بين النساء التي دخلت سن اليأس وهي سبب شائع لحدوث حكة المهبل سادسا الحمامات الزيتية فيمكن في بعض الأحيان علاج حكة المهبل والشفرتين في المنزل من خلال إضافة الزيوت اللطيفة إلى ماء الاستحمام حيث يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة ومنطقة المهبل والتخفيف من حكة المهبل أن يجمع عن جفاف المهبل ولكن يجب الانتباه إلى عدم استخدام أي زيت استحمام يحتوي على رائحة والتي يمكن أن تهيج المنطقة بشكل أكبر وتزيد من الحكة سابعا العسل فيمكن علاج حكة المهبل باستخدام العسل حيث أن خصائصه المضادة للبكتيريا تجعله فعالا في علاج التهاب المهبل البكتيري وما يرافقه من حكة مهبلية ويمكن استخدام المرهم الذي يحتوي على العسل الخام من أجل علاج حكة المهبل كما يمكن مسج العسل مع اللبن معه أو بدون كريم مهبلي ومنسمى وضعه داخل المهبل من أجل التخفيف من الحكة سامنا دقيق الشوفان فمن طرق علاج حكة المهبل بالأعشاب استخدام الشوفان من أجل عمل حمام دافئ لمنطقة المهبل حيث يمكن أن تساعد إضافة دقيق الشوفان إلى ماء الاستحمام في تخفيف حكة المهبل التي تحدث بسبب جفاف الجلد أو الأمراض الجلدية مثل الإجزيمة ويمكن أن يعود ذلك إلى فوائد الشوفان في التقليل من الالتهاب في المنطقة مما يساعد على التقليل من الحكة والتهيك وحاول فعاليته خلصت دراسة صغيرة أجريت عام 2015 وشملت مشاركة 29 إمرأة إلى أن استخدام دقيق الشوفان يقلل بشكل كبير من شدة الحكة في المهبل ويمكن الاستفادة من دقيق الشوفان من أجل علاج الحكة المهبلية من خلال الجلوس في ماء الاستحمام الذي يحتوي على دقيق الشوفان لمدة 20 دقيقة حيث يمكن استخدامه من أجل علاج حكة المهبل في حال كانت الإصابة نتجة عن التهاب المهبل الفطري أو التهاب المهبل البكتيري أو تهايج المهبل أو سرطان المهبل تاسعا زيت جوز الهند فأحد طرق علاج الحكة في المهبل هي استخدام زيت جوز الهند وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن زيت جوز الهند يساعد في القضاء على عدوى الخميرة ولكن ما يدعم استخدام زيت جوز الهند هو فعالياته في التخفيف من أعراض الإجزيمة والتي يحتمل أن تكون سببا لحدوث حكة المهبل والتي يمكن أن تفوق فعالية الزيوت المعدنية ويمكن للمرأة وضع زيت جوز الهند مباشرة داخل المهبل ولكن يجب التأكد أولا من استخدام زيت جوز الهند النقي علي الجودة كما ينصح بارتزاء الفوض الصحية تجنبا لتلويس الملابس بالزيت عشرا التوم فمن طرق علاج حكة المهبل هي استخدام التوم حيث يعتقد بعض الناس أن تناول كابسولات التوم أو حتى وضع التوم داخل المهبل يمكن أن يساعد في منع أو علاج الإلتهابات البكتيرية أو الفطرية وبالتالي التخلص من حكة المهبل ولكن رأي العلماء مخالف لذلك حيث حذرت إحدى المراجعات لعام 2015 من أن هناك نقصا في الأدلة على أن هذا العلاج فعال كما يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة بما في ذلك حدود الحروق وردود الفعلات التحسوسية داخل المهبل وهناك طرق أخرى لعلاج حكة المهبل في المنزل نذكر منها أولا استخدام بودرة حمد البوري من أجل علاج حكة المهبل الناجمة عن التهاب المهبل الفطري ثانيا تجنب استخدام المواد المهيجة مثل الصابون والغسولات النسائية ثالثا استخدام كمادات ماء باردة ووضعها على منطقة المهبل والشفرتين رابعا ارتداء الملابس القطنية خامسا استخدام جل الأولوفيرا فهو يساعد على التقليل من الحكة والتهيوك في المهبل وأخيرا استخدام الكريمات المتاحة دون وصفة طبية والتي تحتوي على مضادات الفطريات أو الكورتيزون وهناك عدد من النصائح لعلاج حكة المهبل منها أولا غسل وتنظيف المنطقة بالماء الدافئ ثانيا تجنب استخدام الصابون المعطر وحمام الفقعاط ثالثا تجنب استخدام البخاخات والغسولات المهبلية رابعا الحرص على تغيير الملابس المبللة أو الراطبة بعد السباحة أو بعد القيام بالتمرين الرياضية خامسا القيام بمسح المنطقة التناسلية دائما من الأمام إلى الخلف بعد التبرز وأخيرا استخدام الواقع الزكري أثناء الجميع وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية ولا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة